مقابل كل تحرك دولي تشهد الحديدة جريمة جديدة بحق المدنيين حيث وصلت ميليشيا الحوثي قصفها العنيف على الأحياء السكنية ما تسبب بتدمير العديد من منازل المواطنين في منطقة المسنى وإصابة عدد من المدنيين في منطقة الجبلية بمديرية التحيطة لا يكتفي الحوثي بقصف المنازل بل يقوم بقصف مواقع قوات الحكومة والتحالف رغم حالة الهدنة المعلنة وفق مصادر ميدانية فإن الميليشيا هاجمت مواقع عسكرية في الدريهمي وشرق مدينة الصالح بقذائف الهول وبجانب قصف المنازل والمواقع العسكرية يتعمد الحوثيون زرع الألغام في الطرقات وبين المنازل وفق مصادر عسكرية حكومية فإن الفرق الهندسية عثرت على لغم بحري شديد الخطورة بالقرب من سواحل الحديدة بمديرية الدريهمي الخروقات المستمرة لميليشيا الحوثي تتزامن مع تحذيرات دولية من خطورة عرقلة اتفاق سوكهولم لكن هذه التحذيرات اكتفت بوصف خطورة النتائج المرتبطة برفض انسحاب الحوثي من ميناء الحديدة حيث أكدت أليسون كينغ المتحدثة باسم الحكومة البريطانية أن عدم الانسحاب سيوسع دائرة العمليات القتالية مكررة الحديثة عن ضرورة الحل السياسي لإنقاذ اليمن الاقتراحات الدولية وفق مراقبين لا تعالج أصل المشكلة والمتمثلة بخرق ميليشيا الحوثي لكل اتفاقات السلام وتفاهمات السويد وهو ما وفر لها الحماية الدولية غير المعلنة بارتكاب الخروقات والاعتداءات المستمرة على المدنيين